شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لن يسمح للغرب بجري بلاده إلى حرب ضد روسيا طالما وجد في السلطة أضف أردوغان أيضا أن أنقرة تعتزم لعب دور الوسيط بين روسيا وأكرانيا حيث سبق أن عرضت أنقرة التوسط لعقد اجتماعا بين قادة روسيا وأكرانيا لكن لم تتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان منذ سنوات حافظت تركيا على علاقاتها الجيدة مع روسيا على الرغم من وجودهما في كثير من الصحات كطرفين نقيد خاصة في سوريا وأقليم نغورنو قرباء علاقة سمحت خلال حرب أوكرانيا بلعب أنقرة دور الوسيط نتابع منذ سنوات تحافظ تركيا على علاقات قوية مع روسيا حيث لم يمنع وقوف أنقرة وموسكو على طرفين نقيد في سوريا من التفاهم على وقف تدهور العلاقة بينهما خاصة بعد إسقاط طائرة السخوي الروسية على الحدود التركية عام 2015 سريعا انخرط الطرفان بمسار التفاهمات وتقسيم النفوذ بينهما وسارى بالاتفاقات التي كانت أبرزها وقف إطلاق النار في إدلب عام 2020 وإقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة سيناريو سوريا لم يكن بعيدا عن صراع نغورنو قرباخ والذي شاهد توقيع مذكرة تفاهم بين روسيا وتركيا لإنشاء مركز مراقبة روسي تركي مشترك وقعت الحرب الأوكرانية فقررت أنقرة لعب دور الوسيط واستضافت جولة مفاوضات بين موسكو وكييف من أجل إنهاء الحرب وأحلال السلام وساطة لم تتوقف ونجحت بتحقيق اختراق تمثل في اتفاق الحبوب الذي أنجز في اسطنبول في يوليو 2022 ما مهد الطريقة لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم إلى سبتمبر 2022 حيث عرض الرئيس التركي على نظيره الروسي وساطته في حل أزمة محطة زابروجيا النووية عقب سقوط عدة صواريخ في محيط المحطة دخل عام 2023 فأكد الرئيس التركي من جديد أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ند روسيا طالما يتواجد في السلطة حيث تصمم تركيا على عدم تحولها لطرف في الحرب الأوكرانية